موسيقى وعلى الصعيد الإسرائيلي الداخلي اتهم نتنياهو الرئيس المشترك لكاهولفان بعرقلة مساعي لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية موضحا أن هذا الخيار لا يزال قائما كما دعا رئيس إسرائيل بيتينوفيك دوليبرمن للانضمام إلى حكومة برئاسته ومن جانبه قال رئيس كاهولفان بني كانس أن نتنياهو يضع مصلحته الشخصية قبل مصلحة الدولة مضيفا أنه مع ذلك يواصل السعي لتشكيل حكومة وحدة اعتقل الجيش الإسرائيلي عددا من الطلاب الفلسطينيين في جامعة بيرزيت بدعوة أن حماس استطاعت تجنيدهم لتنفيذ عمليات وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المعتقلين ينتمون إلى الكتلة الإسلامية في الجامعة مضيفا أنه تم توجيههم لجمع معلومات استخبارية حول أهداف إسرائيلية وقع 24 نائبا أردنيا مذكرة أمس تطلب فيها أو تطلب هذه المذكرة من الحكومة الأردنية إجراء عملية تبادل أسرى مع إسرائيل ووفقا للمذكرة فإن ورقة المساومة في الأردن ستكون المواطن الإسرائيلي معتقل في المملكة منذ أكثر من شهر كوستانتين كوتوف ويقود هذه الخطوة النائب الأردني خالي العطية الذي عنوان المذكرة بمبادلة الأسرى والجثمين المحتجزة لدى إسرائيل بأسيرهم يستعد قادة حلف شمال الأطلسي الناتو لإصدار بيان مشترك حول ما أسموه بالأعمال الإعدائية الروسية وما قد تمثله من تهديد أمني على جانبي الأطلسي البيان الذي يصدره قادة الحلف في ختام القمة يعد رفضا لرؤية الرئيس الفرنسي إمانوان ماكرو الذي جادل بضرورة أن يركز الحلف على الإرهاب بوصفه التهديد الأكبر للعالم بدلا من اعتبار الصين والروسي أعداء هذا ويبحث الناتو خلال اليوم الثاني والأخير من القمة تعزيز التشاور بين الدول الأعضاء بعد أن اتهم ماكرون تركيا بفرض عمليتها العسكرية على الشمال السوري كأمر واقع ويردنا هذا الخبر والتقارير تتحدث عن إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمؤتمره الصحفي ومغادرته لندن غاضبا بعد سخرية زعماء حلف الناتو منه أفادت مصادر أمنية وطبية في العاصمة العراقية بغداد بإصابة عشر من حراس البنك المركزي في شارع الرشيد وعناصر مكافحة الشغب ووصفت بعض الإصابات بالخطيرة جراء إلقاء قنبلة يدوية مجهولة المصدر على حاجز أمني قرب البنك من دون إعطاء مزيد من التفاصيل ويذكر أن المنطقة المذكورة تقع بالقرب من جسر الأحرار الذي شاهد أعنف المواجهات بين المتظاهرين والقوات الأمنية خلال الأسابيع الماضية أكدت خلية الإعلام الأمني العراقية تقاريرا التي أفادت باعتقال ابن عم زعيم ما يعرف تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي في محافظة كاركوك وفي بيان لها على موقع فيسبوك قالت خلية الإعلام الأمني إن قوة أمنية اتقلت حامد شاكر البدري الذي يكن بأبي خلدون في منطقة الحواجة في كاركوك مشيرة إلى أن أبن خلدون الذي كان نائب البغدادي والقائد العسكري لمحافظة صلاح الدين كان يحمل هوية مزورة قال ثلاثة رؤساء وزراء سابقين في لبنان إن أي مرشح لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في مشاورات حول شكل الحكومة وعضائها قبل تكليفه إنما يساهم أيضا في خرق الدستور وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء هذا وينظر إلى بيان رؤساء الوزراء السابقين فؤاد السينيور وتمام سلام ونجيم قاتي على أنه ضربة للجهود الجارية لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رجل العمال سمير الخطيب تستأنف محاكمة مسؤولين جزاريين سابقين بتهم فساد في عدة قضايا ويواجه رئيس الوزراء السابقان أحمد أويحيا وعبد المالك سلال بالإضافة إلى وزراء السابقين ورجال عمال تهما تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام ويشهد محيط قاعة محكمة سيدي أم حمد في العاصمة تواجدا أمنيا مكثفا نهاية الموجز نلقاكم على رأس الساعة المقبلة في نشرة الإخبارية مفصلا إلى اللقاء بأمان الله اشتركوا في القناة